السلام عليكم و مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير و على خير و في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم واحد البيتزا اللي كتجي اكثر من رائعة مكونات بسيطة و بعجينة ساهلة و كتجي خفيفة و ارتباء و شيشة فإلا بغتو تعرفوا معي مكونات هالبيتزا هذه و طريقة تحضير ديالها فما عليكم الا تتابعوني الى الاخر و لا كنت اجداد على القناة فما تنسوا اشتركوا معي في القناة تسألوا الجرس باشتوصلوا بكل جديد و ما تساونيش من جام و سبا قتاجوا الفيديو مع الاهل و الأحباب والمداو على بركة الله انا بسم الله على بركة الله نضع تقريبا هنا عندي 400 غرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات أو بالمخبوزات فهنا هالدقيق اللي هنضير انا غد نخدم به جوجيا البيتزات يعني ان لا بغتو تديرو غير واحدة فديرو غير ميتين غرام من دقيق نضيف الميل حسب الضوء ثم نضيف الزعتر تقريبا واحد المعلقة صغيرة فنعود نكرر لكم إذا أردتم غير بيتزا واحدة من حجم ثلاثين سنتين مع لكم الى الديرون ميتين جرام من الدقيق ثم نضيف هنا الشونية وهذه اختيارية كتعطين مادة رائعة للعجين ملعقة صغيرة من السكر حبيبات و ملعقة صغيرة و نصف من الخميرة الفورية ثم نضيف واحد المعلقة كبيرة من زيت زيتون رائعة و ارتفاع نضيف العجينة بالهول من المكنة حتى نضيف عجينة مجموعة و مفرصها و تنبقى تحجيل العجينة لقد تنبقى على السكر يمتلك فهد العجين أنا غادي نجمعها ونخليها تختامر واحد ساعة من بعد ما غادي تدوز واحد ساعة فغادي نعود نخدمها شوية يعني نخدمها شوية ونعود نغطي عليها ونخليها تختامر واحد تقريبا واحد من ساعتين تلت تساديل ساعة فقدما اختامر هذه العجين قدمك تعطينا بيزا روعة 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 غادي تشوفها معي في الأخير كيفاش كيكون شكل ديالها صفي هنا غادي نغطي عليها نخليها تختامر للمرة الأولى وكيف ما قلت لكم غادي نعود نخدمها للمرة الثانية ونغطي عليها ونخليها تختامر حتى كي تضعب حجم ديالها جيدا وكتولي عجينة لها خفيفة وغادي نرجع معكم فأنا هنا بالنسبة للحشوة أنا خليت واحد الفلفلة في الألوان عندي هنا فلفلة صفرة خضرة وحمراء اللي قطعتهم رقاق كنضيف لهم شوية ديال الشونية شوية ديال الزعتر وزيت الزيتون وغادي نحركهم ونوضعهم جانبا بالنسبة للملح ما كنضيفات في الأول حتى الأخير حتى كنبغي نستعملهم بعد كنضيف لهم الملح بالنسبة للعجين بعد ما اختامرات جيدا كتجعجينة اللي هي خفيفة وزوين يعني كتجعجينة ناجحة وساهلة يعني ما كتتحتش منها شي حاجة اللي هي مكلفة والنتيجة روعة أنا متأكدة إلا جربتوا العجينة بهالطريقة هادي ما غديش تبقى يعني تخدموها بشي طريقة أخرى فأحسن عجينة البيزا وهي هادي يعني كنفرغ منا الهواء وبنسبة لها العجينة هادي فغادي نقسمها على جوج أنا غنجمعها في الأول ولكن غادي نقسمها على جوج غادي نصوب منها جوج للبيزات سوفي غادي نجيب السميدة الرقيقة باش غادي نبسط العجينة هنا من بعد فأنا قسمت العجينة إلا قسمين فكان ناخدو العجينة بعد ما كان ترتاح كنخليها ترتاح واحد الخمسة يلطقيق ثم كنبسطها هاكا بسميدة الرقيقة فكنخدمها بسميدة الرقيقة باش كتجيدك البيتزا حرشا بحالي لاشرناها من المحلات التجارية اللي كتكون الى برا في الوقت اللي أنا شعلت الفران كي يسخن على درجة حرارة 200 من الفوق ومن تحت فكنبقو كنبسطوها هاكا من الجواني بحتك تكبر العجين وكنحصلو على القياس اللي بغينا والسمك اللي بغينا وقد ما رققتو هاد العجين قد ما كانت تعطيكم بيتزا روعة وناجحة بعد ما غادينا نبسطها مزيان فغادينا نوضعها في واحد اللاتا خاصة ببيتزا كنجمع هاد السميدة هادي وغادينا نوضعها في اللاتا غنجيب اللاتا ونوضعها فيها هنا وضعتها في اللاتا وكان عود نقادها على حساب القياس دي اللاتا ومن الجوانب دائما سنعودو نرقوها من الجوانب ثم غادي نجيب واحد الشوكا وغادي نسكها كامل اغلق نسكوها باش ما تنفخش لنا في الوقت اللي نكونو كنطيبوها في الفرن من البعض غادي ناخد صلصة الطماطم اللي اسبق اللي احضرتها معاكم في فيديو سابق واللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو اللي بغا تشوف الطريقة باش كنحضر هاد معجون هادا ديال الطماطم اللي كي يجي اكثر من رائح تهو كيف ما كتشوفوه فهدي مطيشة ما فيها لا اضافات ولا احتشي حاجة وكتجي روعة تهية غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف كنستول الصلصة ديالنا على العجين ثم غادي ناخد واحد الكيميا بسيطة من التونة فتقدروا هنا توضعوا الكفتال لحم فروم يعني كي بقال لكم الاختيار انا يعني وضعت قليل جدا من التونة ثم غا نوضع كمية مهمة من الجبن الموزاريلا كفرشة اولى وكنناخد هاد الفلفلاء اللي يعني وضعت لها شوية ديال ملح فانهنا وضعت لها شوية ديال ملح وكننضيفها على البيتزا كيف ما كنتشوفو لها موضعنا الملح راها كتلق الماء هنا غادي ندخلها للفرن كالطيب من بعد ما كتقرب الطيب البيتزا فكنضيف لها الجبن وكندخلها احتكدوا بالجبن وكنحصلوا على بيتزا اللي هي لها شكل هادا بيتزا اللي هي رائعة جدا وناجحة تمنى انكم تجربوها بهالطريقة وترضوها في تعليقاتكم طبيعة الحالي اللي كنت اجداد على القناة وعجبتكم الفكرة وعجبتكم البيتزا ديالي فما تنسوش خليولي يا جيم وما تنسوش طباخ طاجي والفيديو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة وما تساونيش من لايك ونخليكم معها تصوار وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر